من جولتنا حول العالم إلى جولة محلية على أبرز الأحداث والفعاليات التي شهدتها بعض المحافظات عقدت سفارة الفاتيكان في العاصمة عمان اللقاء التنسيقي الثاني لمناقشة آليات دعم اللاجئين العراقيين خاصة القادمين من مدينة الموصل ويهدف هذا اللقاء الذي جرى بالتعاون مع مؤسسات خيرية محلية وأجنبية إلى تنسيق الأعمال مع هذه المؤسسات والجمعيات لدعم اللاجئين العراقيين في الأردن والذي يعد من أكثر الدول استضافة للاجئين العراقيين والسوريين في العالم اجتمعنا اليوم حتى ندارس ماذا تم عمله وماذا علينا أن نعمل لنكون في مساعدة إخوتنا اللاجئين الأردن أرض الضيافة أرض الأمن والأمان استضاف عديد من إخوتنا اللاجئين اليوم عم نحكي عن عدد بحدود 12 ألف عراقي مسيحي وصلوا لأردن خلال آخر ثلاث سنوات الاجتماع الهدف منه الخروج بعمل تنسيقي مشترك مع كل المؤسسات المهتمة المعنية اللي اشتغلت خلال الثلاث سنوات مع أخوتنا العراقيين ونتأمل أنه النتائج تكون لصالح دعم أكبر لأخوتنا العراقية نظم مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن محاضرة بعنوان السياسات الصينية تجاه الأردن والتحولات في الشرق الأوسط والتي تأتي ضمن برنامجه الدوري نحن والعالم وأكد السفير الصيني لدى الأردن على عمق العلاقات بين الدولتين مشددا على التعاون المشترك بين الأردن والصين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها عقد عدد من أهالي المعتقلين في محافظة معان مؤتمرا طالبوا فيه بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين حيث طالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم أو محاسبتهم وفقا للقانون نطالب الجهات المختصة الذين قاموا باعتقال إخوان المعتقلين بأن يتم محاكمتهم فورية إن كان هناك أحكام فلنعلم ما هي نحن جميعنا تحت القانون لا أحد في هذه البلد فوق القانون أقامت منظمة العمل الدولية حفلة خريج لسيدات أردنيات وسوريات في منقابات المهنية بمحافظة إربد والتي تم تدريبهن على صناعة الحلويات بالتعاون مع مؤسسات خاصة ويأتي ذلك بهدف الدمج الاجتماعي بين أبناء المجتمع المحلي واللاجئين السوريين لمساعدة السيدات وربات البيوت على إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل نحن الفكرة أجيت لما عملنا لقاء مع السيدات وحصل نقاش عن شو هي الفرص العمل اللي هن بيحبوا يشتغلوا فيها وطبعا نحن كنا عاملين أيضا مثل دراسة صغيرة على احتياجات السوق فتبين أنه عدد كبير من السيدات أبدو رغبتهم بأنه يكون العمل من المنزل أو يكون فرص عمل مرينة هذه مهنة حسينها بتناسبني وانبسطت فبادرت فورا للتسجيل فيها فالحمد لله التحقت فيها واللي كان شجعني أكثر يعني ما كان فيها أي تكلفي ماديا